مملكة البحرين لإطلاق الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة للبيئة بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدة الدولية والالتزام بها مملكة البحرين ومن خلال تفاعلها المستمر مع الجهود والمساعد الدولية لحماية البيئة شاركت العالم الاحتفاء بيوم الأرض في ظل جهود حثيثة للحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجي والحد من التلوث بأشكاله كافة وتؤكد مواصلة العمل على تحقيق مستهدفاتها في مختلف مسارات الاستدامة لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والقادمة اليوم العالمي للأرض الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر إبريل في كل عام تحتفي به دول العالم بهدف زيادة الوعي بالبيئة والحفاظ عليها بالحد من التلوث والانتباه إلى المشكلات التي يعاني منها كوكب الأرض لتوفير بيئة صحية آمنة تحقيقا لاستقرار العالم حيث ساعد هذا الحدث على زيادة الدعم المجتمعي لإنشاء وكالة حماية البيئة EPA لمعالجة القضايا البيئية كما يركز اليوم العالمي للأرض لجذب اهتمام الرأي العام إلى إبراز قضية البيئة لكونها أحدى القضايا الأساسية في العالم وإظهار الدعم لحماية البيئة في دول العالم كافة المنظومة التشريعية لمملكة البحرين والخاصة بالقطاع البيئي تعتبر من المنظومات المتطورة في المنطقة حيث تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن كما تأخذ مملكة البحرين بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى ولتحقيق ذلك قامت المملكة بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المهتمة بوضع البرامج والسياسات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة وسنت البحرين عددا من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات التنمية المستدامة والتي أصبحت مطلبا دوليا في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي مملكة البحرين صادقت أيضا على أكثر من أربعين اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا إقليميا ودوليا معنيا بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يؤكد جدية البحرين في الوفاء بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة محليا ودوليا وهو ما حظي بإشادة واستحسان إقليمي ودولي كبير وجسد ما توليه حكومة مملكة البحرين من اهتمام كبير بقضايا البيئة وضرورة بذل الجهود الحثيثة لمواجهتها والتصدي لمخاطرها